وصل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغلق يومين بيان لسفارة العراقية في أنقرة ذكر أن زيارة جاءت لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع فاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة علاوة على بحث ملفات استئناف الصادرات النفطية العراقية أبر ميناء جهان التركي وأشار البيانة إلى أن الوزير عبدالغني سيلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمازة وعدد من المسؤولين الأتراك لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولا إلى اتفاق حول استئناف عملية تصدير النفط العراقية أبر شركة تسويق النفط سومو حصرا